منذ أسبوع والموقف الأمني في العراق يشهد تراجعاً بفعل ضربات للمصالح الأمريكية والمنشآت العراقية لسيما خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن فيها جنبة سياسية أسؤال الآن هو لصالح من تستمر هذه الاستهدافات والهجمات ولماذا الآن وقبل أقل من مئة يوم على الانتخابات التشريعية المبكرة الجواب على ذلك يندرج في إطار استهداف ممنهج بدأت بوادره منذ فترة ليست بالقصيرة لحكومة الكاظمي بل ربما ضده شخصياً الساعات الأربع والعشرون الماضية كانت حفلة بالأحداث واقتربت من إعلان حرب بين الفصائل المسلحة والحكومة العراقية فالضربات توحي بأنها حرب تطورت كثيراً عما كانت عليه قبل استخدام الطائرات المسيرة في نيسان الماضي بعد أن كانت الهجمات في السابق صاروخاً أو عبوة هنا وهناك وما جرى من سلسلة هجمات على مدى اليومين الماضيين يجعل الأنظار تتجه نحو المنطقة الخضراء بانتظار موقف حاسم يصدر منها بعيداً عن التنديد والاستنكار لكبح جماح هذه الفصائل المسلحة ترجمة نانسي قنقر